المرحلة ما قبل الأخيرة من رالي دكار 2022 والمقامة في المملكة العربية السعودية تميزت بتحقيق الإسباني كارلوس ساينز فوزه الثاني في الرالي والرابع لفريقه أودي ولم يواجه ساينز أي تهديد على الإطلاق في المرحلة الحادية عشر الممتدة على طول 346 كم منذ أن تقدم إلى الصدارة عند نقطة المرور الثالثة أمام لوسيو ألفاريز حيث نجح الإسباني في شق طريقه عبر الكثبان الرملية ليعبر خط النهاية بفارق بلغ دقيقتين وأربع ثوان ومع ذلك ما تزال تلك النتيجة تعني أن القطري ناصر صارح العطية يتقدم بفارق كبير يبلغ 28 دقيقة وتسعة عشر ثانية في صدارة الترتيب على بعد مرحلة واحدة نحو النهاية في تجاه جد الجمعة ما يضعه في أفضل موقع لحسم لقبه الرابع في دكار